اشتركوا في القناة وضع الجهاز الفني خلالها على اهمية الفترة المقبلة وضرورة غلق الصفحة الماضية نهائيا والتركيز فقط على تقديم افضل ما لديهم في المباريات المقبلة واشدد اعضاء الجهاز الفني خلال حديثهم مع اللاعبين على ان الفترة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بجدية وبذل اقصى جهد ولا بديل سوى تحقيق الانتصارات وضع الجهاز الفني برنامجا تأهليا خاصا لللاعبين على هامشة الميراني امس وتم تقسيم الفقرة التأهلية الى جزئين تحت قيادة على اراجب مخطط الاحمال البرنامج الاول خاص بمجموعة اللاعبين الاساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري وخاضوا تدريبات خفيفة بجانب امور استشفائية منعا لتعرضهما للاجهاد وتضمن الجزء الثاني تدريبات لمجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المصري وخاض اللاعبون تدريبات تأهلية قوية متنوعة باستخدام ادوات التأهيل وحريص متحة عبدالهادي على متابعة الحصة التأهلية لللاعبين والوقوف على حالتهم استعدادا للمواجهة المقبلة وضع الجهاز الطبي برنامجا تأهليا وعلاجيا خاصا لعبدالله جمعة خلال ميراني امس يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من اصابة عضلية وتأكد غيابه عن مباراة البنك الاهلي وتواجد عبدالله جمعة في مقر النادي امس وحريص الجهاز الفني للفريق على الاطمئنان على حالته بعد الاصابة التي تعرض لها قبل ان يتوجه اللاعب لاداء تدريبات علاجية في صالة الجيمونيزيوم بالنادي شهدت تدريبات الفريق مشاركة سيف الدين الجزيري وغاب الجزيري عن مواجهة الزمالك الاخيرة امام المصر وتداول انباء خلال الايام الماضية ان الجزيري تعمد التأخر على الانضمام لتدريبات الفريق بعد انتهاء معسكر منتخب تونس وتم استبعاده من مباراة المصر الماضية كما نشرنا قبل امس ادارة الابيض دخلت في مفاوضات مع المدرب الاسباني اسكار جرسيا واصبح المرشح الابرز الان على طاولة الزمالك بعد توقف المفاوضات مع هيرليتش فاز الفريق الاول لكرة طائرة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء امس الخميس على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر في اولى مباراة دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر تعادل الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره سبورتينج بنتيجة 27-27 على صعيد رابع جولة الدورة المجمعة لتحديد بطل دور المحترفين لكرة اليد وتختتم المصابقة بلقاءات اليوم الجمعة الزمالك مع الاهلي واسموحة مع سبورتينج وطلائع الجيش مع البنك الاهلي اعلن الاتحاد الافريقي لكرة اليد امس الخميس قرعة دور المجموعات من كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد رجال والتي سينظمها الاهلي في الفترة من 9-18 مايو المقبل وتواجد الزمالك حامل اللقف في المجموعة الاولى بجانب ريد ستار بطل كوديفور وفانزا الكاميروني وجي اس كي الكونجولي ووداة سامارة من المغرب خالد لطيف عبر قناة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الاعلان عن المدير الفن الجديد للزمالك وسينضم للجهاز الفن الجديد مع متحة عبدالهادي وعبدالواحد السيد واحمد مجدي عمر الجنيني تذبز بمستوى الزمالك يجب الميه الزكري هذه فترة راحة من البطولات وأستمتع بخدمة نادي الزمالك في أي وقت واستكمل الزمالك كان يريد تجديد تعقد مع شركة رئيسها الاهلي وكنت أنا الوسيط وأضاف طموحي أن الزمالك يكون في حالة جيدة وليس أكون رئيسه ولكنني أفضل رئاسة الزمالك عن اتحاد الكرة ولا يعجبني أداء قناتي الزمالك والأهلي واختتم أفضل قرار لي في اتحاد الكرة هو دخول تقنية الفار وأفضل رئيس لاتحاد الكرة هو الدهشوري حرب وأفضل رئيس للزمالك حلمي زمورة وأفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية هو حسن شحاتة وأهم صفقة أبرمتها للأبيض هي شيكبال الذي قصر في حق نفسه عمر الجنيني في حال توليت رئاسة الزمالك سوف أستعين بكل من حازم إمام وأحمد عبد الله من أجل النهوض بالنادي والعودة لصابق أمجاده وأرضى فلم أندم على أي قرار أثناء تواجدي بالاتحاد المصري لكرة القدم وأفضل قرار كان الاتفاق على الاستعانة بتقنية الفيديو كنت أرغب في إلغاء موسم الدوري في أثناء فترة الكورونا بسبب ضغط المباريات لكن مبدأ الجدار الرياضية منعني من هذا ولأنه سيكون هناك ظلم في اختيار الأندية المشاركة بالبطولة الإفريقية وذلك التوقيت لا يوجد رابطة أندية عمر الجنيني لا يوجد خلاف مع مرتضى منصور وهجومه علي بسبب بعض الأمور وكان الرد عليه باللوائح وأضاف الزمالك من معزة أولادي أحب ممدوح عباس وهو لم يدخر جهدا أو أموالا على نادي الزمالك وشدد كنت سأتعاقد مع البرتغال فريدة المدير الفني لنادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للمنتخب قبل تعيين حسام البدري ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح واختتم لم أوافق على التفاوض مع إيهاب جلال رغم الاتفاق على كل شيء لذلك قمنا بالتعاقد مع حسام البدري خالد الغندور عبر فيسبوك مدرب الزمالك القادم اسم كبير وسيفي قوي جدا وخبرات مترقمة والإعلان خلال 48 ساعة وسيصل مصر قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي يوم الأحد إن شاء الله إبراهيم حسن علاقتنا مع جمهور الزمالك والنادي عظيمة واختتم شرف لنا تدريب الزمالك للمرة الثالثة وعملنا في القلعة البيضاء في أصعب فترة من قبل مرتضى منصور مجلس الإدارة ليس له علاقة بتقييم لاعب هيكون قرار لجنة الكرة وكذلك تقييم المدير الفني ده عمل اللجنة وهم لجنة التقييم نهاية الموسم وبدايتها لكن ملهاش دعوة بفريق الكرة في خلال الموسم ولا يتكلموا على مستوى اللاعبين وأضاف بقول لجمهور الزمالك الفريق محتاجك في الوقت ده والتربية مش بشتيمة لأ بالفلوس سيب المجلس يعاقج والمشرف العام ومدير الكرة يعاقبه مرتضى منصور اللي قلته عن أحمد عبد المقصود بسبب أني عرفت أنه رفض مشاركة دونجا وحسام عبد المجيد وقال لهم أنا المدير الفني واختار اللي يلعب واختار اللي يلعب رغم أنه كان بيشتكي أن فريرة ما بيخدش رأيه هو سامنة به هو عمل زيه وأرضى فقرر ما فيش مدرب أو مساعد مدرب بيشتغل في نادي آخر هجيبه مش عاوز أعمل مشاكل مع أي نادي لأن اللي مرضهوش للزمالك مقبلوش على حد مرتضى منصور مجلس الإدارة وفق بالإجناع على تعيين عبد الواحد السيد مدير كرة وفي لائحة اشتغل عليها ميدو وأمير حضرتك مش عاوز تلعب احتياطي وهتدخل على الانستجرام أو الفيسبوك وترد على الجمهور هيتخصم منك ومطلوب تساعد الجماهير ومطلوب مني كل السبل فلوس كومه كفاءات هتغلطها عجبك بالفلوس مفيش لاعب يتوقف واستقنف ومفيش جمهور يجتم لاعب في مدرج لأن لها نخصن منه لأن لغة العصر الفلوس وأوروبا بيعملوا كده وما سمعناش إن عبد الواحد راح يتفوض مع الأهلي وهو كمان رئيس نادي أصلا زميل يعني مرتضى منصور محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى ومعاه اتنين واحد قلب أسد والتاني دبلوماسي متحة عبد الهادي وأحمد مجدي اللي معه رخصة ومثقف وكنت أتمنى استمرار أيمن طاهر وحسين ياسر لكن اللجنة اختارت الأسماء دي واختتم هنعمل شركة كرة أمير مرتضى أصبح رئيس قطاعات الكرة بالنادي لإكتشاف المواهب ويكون حلقة وصل بين فرق القطاعات والفريق الأول ومجلس الإدارة أنا كان يهميني الجهاز المصري الأول وبشكر اللجنة لأنها من عشر أيام شغالين ووجهتهم صعوبات كتيرة ميدو سعيد بوجودي في بيتي وتواجد هؤلاء النجوم وأضاف أتمنى أنه جمهور الزمالك يعرفه بقوله الزمالك أخذ أنه يشتغل بالعلم وهيبني كوادر وكل واحد هيكون له وظيفة وهيعرف دوره وبأكد للجمهور مفيش واحد قاعد وسطنا وله مصلحة كلنا مش عاوزين حاجة غير خدمة الزمالك بس وأرضف فيه أحد نجوم الزمالك بيلومني أني واقف جنب النادي وقلت له لو كلنا ادينا ظهرنا للزمالك النادي هيغرق لازم نساعد الناس أخذوا بالنصيحة تمام ما أخذوش أن يكون عاملنا دورنا وأشار بقول لكل الناس اللي مستغربين أن يميدوا واقف الوقفة دي إحنا عاوزين نرجع الزمالك لما بدقوا ومحدش يدخل الزمالك بقضية أو لجنة ومحدش يقعد على رئاسة الزمالك إلا بالانتخابات واختتم بفكر الناس تاريخيا واللي بيقولوا ولاد الزمالك ظلمين وأنا بقول لولا ولاد الزمالك ما كانش هيبقى في المكان ده أنا كنت رئيس قطاع الناشئين وبشهد أن ولاد النادي بيشتغلوا ومش بيقبضوا ومحدش بيتكلم مرتضى منصور الناس اتصلوا بالمدير الفني هيكو هرلتش وقالوا لي إيه جابك الزمالك كله مشاكل وهرب هم دول ولاد الزمالك وقالوا له أنت بتشتم قبل ما تستلم ده مناخ سيء ومؤرف وأضاف عاوزين انتخابات هعمل لكم انتخابات أقرب مما تتخيلوا عايزين تمشوني أنت لو مشتني دلوقتي هو شهر سبعة إمتى كمان طلت شهور هعمل انتخابات وهكتسح وهرجع تاني لكن في الثلاث شهور دول النادي هيجيب الأرض وهيقع أنا قلت من الأول مش عايز أكمل وكلنا قدمنا استقلتنا قبل ما نرجع وجه من دول محترم أخدها وشدد حسين لبيب وأحمد سليمان راحوا للدولة دول مين جابوا النادي الأرض إحنا ما كملناش سنة عيب بقى والحكم رايح تجري بي والحكم رايح تجري بي هو أنا سرقت النادي أنا متبرع وممكن أقول عاوز فلوسي مرتضى منصور لما قالوا تقرير هيئة المفوضين بالعزل قلت والأصل فين فيه رفض الدعوة أنهم من غير صفة في صفحات زم الكوية كتبوا عزل مرتضى منصور أنتم زم الكوية كويس إني عايش ومتحملكم مرتضى منصور عملنا اللي علينا كمجلس وشكلنا لجنة كرة تختار وتقيم اللاعبين أنا في ذهول فيه كده مجلس إدارة من سنة بس ومرفوع عليم يتقضي من كان يعرف أعضاء المجلس وسقة فيه نجحوهم وأكمل أنت مش مكسوف أنك سقط في الانتخابات 12-0 وخالد لطيف يكسبك وعلى أميل يكسبك مرتضى منصور أقسم بالله أي لاعب فاتح صفحة على الفيسبوك أو الانستجرام كل يوم 25 ألف جنيه غرامة عاوزك تركز عشان تسعد الملايين مش اللي بيحضروا المدرجات وعملوا الوش الغطبان ما عملتش إمبارح ليه علشان رئيس النادي منعك واختتم اعتبرها سنة استثنائية تعبوا وجالهم كورونا ووقفوا وقفوا راهم والصفحات اللي شتمت المدرب وقالوا نادي مفلس وعاقب اللعيبة ابعدوا عن الزمالك انتم مأجورين انت عاوز تماشي رئيس النادي مش هيمشي اهدو وجاهزوا نفسكم للانتخابات لما اللي جان جات مجتش نحيتها مجتش نحيتها علشان النادي يستقر انتظم التونسي حمزة المسلوسي في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس وشارك في الفقرة التأهلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيم الفنية بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة من الناحية الطبية هيكو هيرليتش أردت أن أسمع وأشاهد كل شيء على أرض الواقع لذلك تواجدت في القاهرة لكن كان هناك الكثير من عدم الاستقرار داخل هذا النادي لذلك رفضت العرض الذي كان جيد وتابع التقيت بالمدير الرياضي للنادي في الفندق وشاهد مباراة الزمالك الأخيرة معا لكن بعد ذلك لم أسمع أي شيء من النادي طوال اليوم ولم أتلقى مكالمة من أي مسؤول لذلك اعتقدت أن الأمر لا معنى له إذا لم يكن لدي شخص للتواصل واختتم كنت أرغب في خوض هذه التجربة لكنني لست الشخص المناسب لحل المشاكل الحالية في الزمالك إسلام صادق فيه رغبة عند النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح يطلع بقى على احتراف خارجي بعدين يرجع للأهلي أو يروح بعد نهاية عقده دي لسه ما تحسمتش وتابع أحمد فتوح أبلغ المقربين منه وبعض مسؤول الزمالك بتأجيل تجديد تعاقده مع النادي الفترة المقبلة وأتم تأجيل فتوح للتجديد وأنباء انتقاله للأهلي هي اللي جعلت الإدارة تتخذ قرار تجميده الفترة المقبلة أحمد شوبير موضوع كهرباء الأهلي بدأ يضع خطة لإنهاء أزمة غرامة الزمالك وأضاف الأهلي سيقوم بعمل عقد جديد لمدة أربع سنوات لكهرباء وبعدها يحصل على جزء من مستحقته تقريبا ثلث الرقم مساهمة منهم في غرامة الزمالك بالإضافة لقيام اللاعب بدفع جزء من المبلغ وكذلك هناك بعض المحبين والمنتمين للأهلي سيقوم بمساعدته واختتم قصة كهرباء منتهية لابد من دفع الزرامة حتى لو الاستئناف اتقبل وتأجلت لنهاية الموسم والغرامة كانت 30 مليون جنيه وصلت الآن لما يقرب من 100 مليون جنيه مصري الأهلي بيحاول ينهي الأزمة أحمد شوبير مصطفى محمد ساهم في تأهل ننت لنهائي كاس فرنسا وفي ظل الأقبار المنتشرة بشأن عدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارته مع ننت وعودته لجلاطة سراي قيل إن هناك مفاوضات بين الأهلي واللاعب وأضاف تواصلنا مع أحد المصادر المقربة من مصطفى محمد الذي نفى وجود مفاوضات بينه وبين الأهلي واختتم وأؤكد أنه في حالة عدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارته لننت فمصطفى لا يفكر في العودة لمصر ومصمم على استمرار تجربة الاحتراف بس كده هاي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمال كتمنوا الفكركم منخفيفة على قلبكم يدعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب للقناة متشاكلكم جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام